من أهم المشاكل اللي بنعاني منها في مصر هي البطالة والأرقام بتقول إنه عدد العاطلين أو المشغالين بيوصلوا لتلاتة واحد مليون مواطن مصري معرفش ده معناه مليون تلاتة مليون وواحد مصري ده معناه بقصارهم بقى ساعتها فيبقى الرقم مضروب في كام يعني هنفهم التفاصيل بس كل الناس بتقول إنه والله واعتقد ده حاجة ما بتقامش وحتاجين حد يقول لو البطالة قدرنا نقللها بشكل كبير أو نقضي عليها خالص ده معناه أكيد إنه ما يشبه فيه عدد الجرائم الأكيد التنمية في مصر هتبقى مختلفة أكيد حل الاقتصاد بشكل عام هيبقى مختلف خلونا نتكلم النهاردة عن مشروع قومي أو مقترح لمشروع قومي للقضاء على البطالة اللي مقدم هذا المشروع أو صاحب هذا المشروع هو الفنان أشرف وهبي نهارك سعيد نواري الأول عايز أعرف حك فنان حك بتعزف مش كده أنا مؤلف وموزم موسيقي إيه بقى اللي جاب المؤلف الموسيقي للبطالة بس قبل أن نتكلم عن مشروع يعني أنا مواطن مصري عالي زي أي إنسان طبعا شايف مشاكل المجتمع وشايف تأثيرها وشايف إن ده بيأخرنا كتير جدا ومش ده المفروض نكون عليه يعني كدولة ومجتمع ليه حضارة عشر تلاف سنة ويمكن أكتر فإزاي يعني نوصل للمستوى ده وفي الآخر إحنا مش تلاقيين حلول جزرية للمشكلة يعني طيب حيك ممكن تشرح المشروع اللي حضرتك مقترح اللي عندك من شأنه أنه يقضي على البطالة في مصر أولا المشروع فكرته بسيطة جدا مش معقدة ولا أي شيء المشروع فكرته واقعية جدا ويسهل تطبيقها على أرض الواقع وده كان الهدف الأساسي من المشروع يعني طيب المشروع بيهدف لتأسيم الأحياء السكنية داخل المدن والمحافظات إلى مربعات سكنية ده باختصار أنا طبعا بكلم بشكل مختصر عشان هلفتنا آه مربعات سكنية يعني موضوع تأسيم الأحياء لمربعات سكنية ده بيخلق لي فرص عمل كبيرة جدا لأن في داخل كل مربع سكني بنعين فريق عمل متكامل يستطيع بالفعل القضاء على المشاكل الموجودة داخل الأحياء السكنية داخل مصر اللي كلنا شايفينها وكلنا عارفينها وشايفين حجم المأساة اللي عايشينها الشعب المصري بصراحة أو الغالبية العظمة من المصريين وفي نفس الوقت ما فيش حلول جزرية يعني هي كلها محاولات اللي موجود كله محاولات مش أكتر محاولات ووقتية مش جزرية فأنا بقدم مشروع متكامل للقضاء على هذه المشاكل يعني أنا بستخدم في عندي مشكلة بطالة وعندي مشكلة مشاكل كتير جدا بأزال عشوائيات والاحتقان الطائفي والهجرة الداخلية والقمامة والقزارة يعني مش هنقدر نتكلم في ده لإنه واسع جدا وكتير جدا طب ببساطة شديدة طب ما نستخدم البطالة في القضاء على هذه المشاكل أنا عايزة أفهم يعني دلاتي حل أن إحنا نقسم الأحياء لمربعات ساكنية ده معني ديني مثال مثلا على شارع أو شارعين يعني ألمل برضو عشان نقدر فتخيل حضرتك إحنا المشروع ده يعني فيه ناس كتير درسته معايا وأنا قدمت له الدكتور علي السالمي وطبعا أسنع عليه جدا وقال ده إن شاء الله هيبقى مستقبل كويس وبتنسبة للمشاكل الموجودة نتتحل يعني الموجودة ببساطة أنا بجيب خريطة مثلا محافظة أي محافظة محافظة الجيزة أو القاهرة أو إليها وبقى باخد حي منها كنموزة حي ده بقسمه لمربعات ساكنية بحسب الخريطة مساحية تبقى دقي المربع ده تقريبا يعني ما قدرش أقولك معايشة للعاصر أسنينتي اللي قد تبدو بدائية بس عشان أفهم من خضرتك بحجم الخريطة يعني المهم إن أنا على حجم هذا المربع الساكني أنا هعين فريق عمل أربعة خمسة مثلا لا فريق عمل متكامل في عمال نظافة في مشرفين في إداريين في مهندسين معمريين في مهندس التشجير في مهندس كهرباء في مهندس ديكور في دعاية وإعلان في كذا في حاجات كتير تمام مجلس إدارة يعني للمربع الساكني ده بزرط مجلس إدارة مصغر داخل مربع الساكني في فريق عمل يستطيع بالفعل والفاء بالمتطلبات الموجودة عشان ينهي المشاكل الموجودة كلها طيب هسأل أسئلة كتير النساء لوقتي مش شي حاجة زونا بمجلس المحلية في مجلس المحلية إيه علاقة المجلس المحلية بالفريق العمل ده المجلس المحلية احنا خلينا نتكلم بانت brauch صراحة نتكلم عن المحليات وشغل المحليات احنا عارفين وده كلنا عارفينه إن الفساد مستشري في المحليات بشكل بشكل المحليات خلت مصر تقريبا الغالبية العظمى من المساحة المقهولة بالسكان داخل مصر عشوائيات وعارفين شكل العشوائيات إيه وإيه اللي موجود فيه فأنا مش هقدر اعتمد على جهاز فاسد بصراحة من ضمن الأهداف المشروع روح نقول القضاء على فساد المحليات يبقى بأعمل إيه؟ بأقلص اختصاصات المحليات اللي كذبوا منها كتير واللي بوازت البلد من الأخر هو مفيش علاقة بينهم رقابيين هو ليه أهداف معينة داخل المشروع هيعملها أهداف كبرى مش عشان يتحصل منها بمال لكن أنا عندي فريق أعمال داخل كل مربع سكني يقوم بكل المتطلبات الموجودة يعني النهاردة أنا بقول مهندس معماري في الموضوع يبقى مكلف بأن النهاردة لو بصنا هنلاقي أكتر من 80% من بنايات في مصر على المستوى العام مش متمحرة مش متبيضة يعني مبني سودة طب مين هيغير ده؟ أو مين بصل ده عشان يغيره؟ فيش حد النهاردة بنبص ونلاقي شركات مثلا الكهرباء وشركات بتاعة الغاز فيجي في أي مكان ويروح حاطط لي صندوق وهتلاقي عمدي حضرتك صور أنا عايز أشوف الصور حاجات فضيعة جدا إحنا معانا شو هيت صور أحدك كان يقولي لو في صورة مش ده مشروع حضرتك المشروع اللي هو ردم ترعة الزمر اتكلف ساعتها 55 مليون جنيه اتعمل بهذا الشكل وهتلاقي صور أفضع من كده تمام عمل إيه حضرتك؟ عمل إيه؟ عمل هذا الشكل ولغى الرصيف عن نحياتي ومن نحياتي يعني أهضر حقوق المواطن تماما ده كان مهدر رصيف ده ولا ده إيه؟ ده الجزيرة اللي هو في النص أصلا؟ أه أوكي وهتقولي حضرتك فأنا فريق العمل ده مكلف إنه يعمل أرصفة يعمل إضاءة حديثة ينظم بشكل العالم ده النيل بتاعنا يعيني يا حول الله يا رب ده النيل المرحوم الشديد مش عارفين قيمته طبعا مع إنه فيه أصلا بند في المبادئ الدستورية اللي علاقة بالنيل أصلا ده من حاجات اللي كانت أنا أقول لحضرتك حاجة يعني الاجتماعات في الغرف المغلقة دي والمكيفة دي ما بتوصمرش عن شغلة وقاعي بالفعل يوصل للأهداف ده النيل برضو طب إيه المشكلة في الصورة اللي احنا شايفينها دي إنه حاجاب للنيل أنا مش شايف النيل أنا ماشي في شارع مش شايف النيل آه ده عمل صوره عالي يعني آه طبعا من محقمين إنه يحجز النيل يعني الناس بتلما بتحب بتشم هوا بتمشي عالكوبة بتمشيش على كورنيش النيل آه صحيح والموضوع ده يعني بصراحة منتشر في مدن السياحية في مصر بشكل عام يعني حضرتك روحت يشارم الشيخ شوف يشارم الشيخ أنا عايز أشوف البحر اللي ملكي الناس كلها مش عارف أشوف في الغرداء في غيره وغيره طبعا علشان أصلى حاجة زي كده يبقى أنا موضوع كبير جدا يعني لأن أنت بتخنق المدينة وراء المدينة السياحية بتخنقها خالص نهائيا آه يعني لأن المتنفس الوحيد لأي مدينة سياح سياحة حالية هو النيل أو الماية تمام أستاذ أشرف ما هو الحاجة بتقول ده كده هو حتى الآن استعراض للمشاكل أنا برضو مش عايزة مش عارفة أفهم إزاي هنحل مشكلة البطالة في المقترحة أنا هقول لي سياد إحنا لما قلنا قسمنا الأحياء السكنية داخل المحافظة مهندسين ومشرفين وإداريين وعمال في جميع التخصصات أه بل حضرتك علشان يؤدوا العمل المطلوب علشان يغيروا وجه مصر وجه مصر لازم يتغير فعلا بعد الصورة لأن كل الكلام ده كان مهمل حضرتك هتتلاقي مناظر فظيعة طبعا دي مجموعة صور يعني مش أكتر من كده لكن الواقع أفزع من كده بكتير تمام ففريق العمل ده أنا لو عملته داخل كل مربع ساكني على مستوى المحافظة هيستوعب مئات الألاف من العمالة وفي تخصصاتهم حالو جدا هيستوعب عمالة تمام هيستوعب عمالة ربيبة جدا اللي حضرتك أولا